حياكم الله مشاهدين في حوار المساء تكثر حرائق الأبنية السكنية في فصل الصيف وذلك بسبب عدد من الممارسات الخاطئة قد وجهت الجهات المختصة دوما بأخذ التدابير الاحترازية والمؤدية إلى تفادي المخاطر وأيضا التدابير الوقائية من الحرائق والمحافظة على أرواح البشر اليوم في فقرة حوار المساء ما نتعرف على أهم أسباب الحرائق المنزلية وهل إحمال السكان لها دور في ارتفاع عدد الحرائق وخاصة في فصل الصيف يصنع يكون معنا ساعة المقدم خبير حسين محمد الرحومي مدير مركز إطفاء القوز حياك الله الله يحييكم إن شاء الله الله يسلامك عافية عندنا تقرير إن شاء الله ما نأخذه ونودي الحوار إن شاء الله مشاهدين تقرير ونعد بعد قليل تابعونا مع حلول فصل الصيف وارتفاع درجات الحرارة شيئاً فشيئاً تزداد المخاوف من حوادث الحرائق الناتجة عن أسباب مختلفة سواء في المنازل أو المناطق الصناعية ما يترك خسائر بشرية ومادية كبيرة فضلاً عن تسببها في تلوث البيئة هذا وقد أكد مختصون وخبراء في أنظمة مكافحة الحرائق أن أهم الأسباب وراء كثرة الحرائق صيفاً ترجع إلى إهمال الصيانة الدورية لأنظمة الإنذار والإطفاء في البنايات علاوة على المباني القديمة التي يؤدي استخدام أجهزة تكييف عديدة فيها إلى حدوث ماس كهربائي في وقت تزيد درجات الحرارة عن 45 درجة مئوية من جانبها دعت القيادة العامة للدفاع المدني المواطنين والمقيمين والزائرين إلى ضرورة الالتزام باشتراطات الوقاية والسلامة بتطبيق مجموعة من الإرشادات الضرورية خاصة خلال فصل الصيف تفادياً لوقوع حوادث الحريق النتيجة عن إهمال البعض مؤكدة أهمية تركيب وسائل الحماية في المنازل يشار إلى أن إدارات الدفاع المدني في الدولة تستعد في كل عام لفصل الصيف بالمزيد من الآليات الحديثة المجهزة بأفضل معدات مكافحة الحرائق وتعمل لتعزيز نشر برامج التوعية والحملات التفتيشية للوقوف على أهم عناصر السلامة في المنشآت الصناعية في سعين منها لمحاصرة حرائق الصيف والتقليل من حدوثها المقدم حسين قبل أن ندخل في تفاصيل الممارسات الخاطئة وغيرها نريد أن نعرف حالة دولة الإمارات بشكل عام من ناحية الحرائق التي تحدث بسبب الإهمال هل هناك ارتفاع أو هل هناك الحمد لله وعي كافي لدى المجتمع بسم الله الرحمن الرحيم في البداية أحب أشكر القناة الضفرة على هذا اللقاء وعطيتنا فرصة نتكلم من وعي الجمهور ببعض النقاط التي هي ضرورية بالنسبة للمستوى إذا قررنا دولة الإمارات بالنسبة للدول الثانية فدولة الإمارات تعتبر من أفضل دول العالم أمنا وسلامتها نحن الحمد لله نسبة الحرائق عندنا لكل 100 ألف نسمة العدد لا يجاوز أصابع اليد فنحن بدأنا ننفس الدول التي كنا نتعلم منها أصبحت الآن هذه الدول استوالنا محط أنظار هذه الدول وبدأوا يأخذون عنا أفضل الممارسات جميل يعني من المتعلم إلى المعلم الحمد لله طيب أنواع الممارسة الخاطئة من قبل السكان تؤدي لوقوع حرائق في المنازل بالذات في فترة الصيف لأننا لا نلحظها في الأيام العادية بالنسبة لفترة الصيف أو سواء كانت فترة الصيف أو كانت الفترة العادية يعني خلال طول السنة في بعض الممارسات يعني نحن بحكم طبيعة عملنا تعامل مباشرة مع حوادث حرائق المنازل في بعض الممارسات الخاطئة التي تصدر من السكان نفسهم وهم يمكن تقريبا أغلبهم على دراي فيها لكن له الأهمال سبب الحوادث هذه يمكن من الأسباب التي على سبيل المثال وليس الحصر التدخين تدخين يكتب في المرتبة الأولى سواء كانت تدخين السجارة أو تدخين الشيشة أيضا لا ننسى أن في بعض الناس يتعمد الشواء وخاصة في الشقق السكنية يستغلون البلكونات الموجودة في الطواب في المبنى نفسه ويبدون حفلة شواء مما يؤدي إلى طائر الشرار إلى أماكن أو الشقق ثانية ويكون فيها مثلا تخزين أيضا ما هو سوء التخزين في المنازل نحن كنا عارفين أن أي منزل دائما ما يخلق من سوء التخزين كدس فيه الأغراض في المستوداء تحت بيت الدرعي هذه الأماكن كلها هذه الأمور كلها تؤدي أيضا إلى شرارة صغيرة تؤدي إلى ما لا يحمد خصوصا والمحتويات أيضا غير مدروسة غير مدروسة لأنها تكون أغلبها أثاث يعني مواطق سريعة قبل الاشتعار صحيح فضل تقريبا هذه أغلب الأمثلة أو الأسباب لا لا ننسى أيضا التي تحميل المحاولات الكربائية وهو جهد فوق طاقتها أيضا في بعض المخالفات التي تستوي مثلا إن إنشاء مباني في المبنى نفسه يشون غرفة معينة مثلا بدون مثلا رخصة طبعا عندما أتكلم بدون رخصة قصدية بدون ما يستوفون له الاشتراطات الوقائية صحيح معناته يبدون يوصلون له الكهرباء للجزء هذا من المبنى طاقة المبنى نفسه أصلا لا تستحمل له هذا الكمل الكبير جميل فيؤدي أيضا هذا إلى الحرائق أكيد أنتم رصتم في إحصائيات حجم الحرائق الموجودة في الإمارات من ناحية المنازل في إحصائيات أكثر الحرائق أتت من أين من المطمق مثلا على سبيل المثال أو مما ذكرت بالنسبة للحرائق المنازل الحمد لله أغلب حرائق المنازل حرائق بسيطة تكون لكن يمكن كثافة الدخان التي تستوي في المبنى نفسه تسبب هلع شديد لسكان المنزل لاحظنا الفترة الأخيرة أن أغلب الحرائق دائما تأتي مثلا من المطمق ويقول المطمق أنا قصدي هو الشفاط أو الفلتر أو اللي قلت دائما اللي هو فوق الغاز هو هذا لأن أغلب المنازل وأغلب ربات البيوت لا يقومون بتنظيفة فتتجمع الدهون والزيوت فيه حتى درجة معينة توصل حرارة محتاج حرارة بسيطة فيبدأ يشتعل والزيت مثل ما تعرفت إذا اشتعل الزيت كمية أو النوع الدخان اللي يكون كثيف فهي ممكن مطمق واحد لكن يملأ البيت كامل بالدخان جميل هذه معلومة جدا هامة أعتقد لا بد أن نصلط عليها الضوء عملية الغاز وتنظيف الفلتر هذا شيء جدا هام لأن تجمع الزيت فيه مثل ما قلت يعني خطر سم قاتل ولكنه شوية شوية يشتغل عليه طيب الآن في اشتراطات للسلام يجب أن يراعيها خصوصا الآن في فترة الصيف الناس تسافر وايد وبالتالي يتركون منازلهم بدون حد يراعيها أو حد يشوفها بشكل أو بآخر في هذه الفترة هل هناك حرائق تحدث وإن حصلت شو تكون الأسباب ما الذي ينقص من الوعي عند من سافر وترك منزل بهذه الحال نحن بالنسبة لنا دورنا طبعا عدنا دوريات دائما تدور له في المناطق لدينا مراكز موزعة على إمارة دبي وعدنا دوريات دائما هذا وأيضا حملات نحن قمنا فيها لتوعية الناس اللي هو بأخطار اللي هو ترك المنازل بدون أي رقابة لكن نحن دائما ننصح أيضا في حالة أنه عدم تواجد السكان في المبنى نفسه في بعض الإجرات التي لازم يقومون فيها مثل اللي هو أطفاء الغاز عن أطفاء الغاز بالكامل فصل الكهرباء الغير ضرورية ترك له ضروري فقط يعني على سبيل المثال الثلاجة لا يوجد الثلاجة تدخلونا لكن أن باقي المحاولات السويشات الكهرباء اللي موجودة في المبنى كامل يتم إغلاقها بالكامل فما يكون في حمل كهرباء كبير على المنزل نفسه نعم خصوصا وأن مثل ما ذكرت البرادر والثلاجة هي مصممة الآن تبقى عاملة فترات طويلة جدا و أيضا المكيف يمكن بنفس الحالة يستطيع أن يبقى لفترات طويلة العمل يبقى لكن نحن نصح فيه لأن أيضا بسبب بعض الحوادث التي شاهدنا في المنازل وهو احتراق المكيفات فنحن ننصح دائما أدم ترك المكيف شغال خاصة لفترات طويلة يعني أن في بعض المكيفات ممكن يوم يومين لا يوجد مشكلة لكن أن تغادر المنزل أسابيع وتترك المكيف شغال فهذا يسبب أيضا جهد على المكيف نفسه طيب من يغادر المنزل و لم يترك مفتاح أو شيء مع أحد أو قريب أو حتى مع الأمن في البناية هل هذا أمر ننصح به ولا لابد عليهم أن يتركه لا طبعا من هذا المنبر نحن نوجه أن عدم ترك المنازل فاضية أيضا الشرطة الدبي قامت بموادرة وهو الإبلاغ عن الأماكن هذه منعا للسرقة فأنت خايف على المنزل أن ينسرق و لا تخاف عليه أن يحترق فالأولى أنك أنت تأخذ حذرك الذي من الجهتين كأمن و كسلامة طب في المباني الآن أهم اشتراطات الأمن والسلامة أنت ذكرت الترخيص و الناس يمكن أن تعي أن الترخيص هذا هو للمواصفات و لحفظ الأمن وسلامة المكان قبل ما أننا مثلا يكون في رسوم أو شيء من الآخر الرسوم التي تدفع هي عمارة عن إدارية و ليست رسوم تحمل عب إضافي فناس تخاف من عمليات الترخيص يقول لك بتعقد الأمور أو ما بتعقد الأمور ما عندهم وعي بأن هذا الترخيص هو أمنك وسلامتك و أنك تعيش حياة هنيئة أهم الإشتراطات اللي لابد أن تتوفر فيه المباني والسكنية أخي عبدالله نحن بالنسبة للمباني الصناعية والمشاءات اللي هي التجارية فيه اشتراطات معينة لا بد الحصول عليها ولازم لا مسار معين اللي هو الحصول على الموافقات بالإضافة عندنا مفتشين يقومون له بالنسبة لتأكد من هذه الاشتراطات كلها أنه مطابقة للمواصفات اللي هي مواصفات لكود الإمارات اللي تم إنشاء في دولة الإمارات هذا بالنسبة للمنشآت الصناعية والتجارية أما المنشآت اللي هي السكنية اللي هي مملوكة للأفراد فنحن ما نلزمهم لكن نحن قمنا بحملات ونحن تكلمنا من أكثر من منبر أن يا جماعة أبسط وأضعف الإيمان أنك أنت تحط اللي هو كواشف الدخان في المنزل كاشف الدخان ومتوفر في السوق صحيح هذا أبسط ما يعني ما يمكن أنك أنت تحط ما طلبنا اللي هو مثلا المواصفات زيادة ما طلبنا اللي هو شراطات زيادة لكن كاشف الدخان يساعد خاصة في حالة استقراق جميع من في النوم وسمح الله استوى حادث حريق فكاشف الدخان هذا ينبه أفراد البيت نفسهم أنه مشكلة موجودة في البيت هذا الوعي الوقائي إلى أي مدى يساهم في تقليل الخسائر في الأرواح وفي المبانئ أو أشقة اللي هو راشة ثانية المطروشي دائما يقول نحن المستجيب ثاني نحن ليس المستجيب الأول المستجيب الأول هو صاحب البيت هو اللي موجود مكان الحادث نحن نوصل ندعم صاحب البيت فهو لازم يأخذ حذرة هو لازم يأخذ إشتراطات وإحتياطات كاملة نحن دورنا مجرد تكملة لدوره نفسه دائما نحن نقول نحن دورنا مكمل لدور صاحب البيت ورب البيت لكن هو لازم يأخذ أيضا في إحتياطة ويستوفي شروط ونحن دائما موجودين 24 ساعة في حالة أي استفسار في حالة رغبة في معرفة مثلا أي معلومة يبغي حتى يتعلم عن أي شيء موجود في البيت عن الأخطار نحن نستعدين نتواصل معهم وننعلمهم إن شاء الله جميل طب الآن هناك العام الجوية تؤثر بشكل أو بآخر على عمليات الحريق فهل لدينا دورات توعية في بداية الصيف مثلا مع بداية إجازات المدارس أيضا في الفترات التي هي المدارس والطلاب وغيرهم حتى يستطيعوا أن يعوه ما هو قادم ويستعدون له بطريقة أو بخرة صحيح نحن عدنا إدارة الحماية المدنية تقوم الإدارة هذه بحملات التي هو توعوية للطلاب الذي هو المدارس للقاطني الذي هو في المنشآت السكنية يدورون على البيوت يمرون على المنشآت الصناعية يقومون بحملات اللي هو للشركات بتوعية الناس بهذه الأخطار كلها ويوعونهم ويعطونهم اللي هو المنشورات للأخطار كلها أيضا عملنا حملة قبل فترة اللي هو بالنسبة لسلامة المنازل وعن طريقة اللي هو التواصل الاجتماعي تم نشر أغلب المعلومات هذه عن طريقة اللي هو التواصل الاجتماعي تم نشرها أيضا أكيد الآن في دولة الإمارات الحمد لله يعني البنايات وأيضا المنشآت الصناعية لديها مواصفات عالية جدا من الجودة والأمن والسلامة ولكن نعم في بعض الأحيان تحدث الحرائق بسبب ذلات أو بسبب أخطاء يمكن بسيطة جدا من فئات معينة الآن العمال عندما يأتون أو يعملون في تلك المنشآت هل هناك مواصفات خاصة أو يجب عليهم أن يتعلموا من صاحب المكان مواصفات الأمن والسلامة حتى يستطيعوا أن يحافظوا عليها أو لكم أنتم دور في أن يكون في أشخاص معينين متواجدين عندهم القدرة على التعامل مع أي حريق أو أي مشكلة والتواصل أيضا معكم مباشرة سبق أن أنا قلت أن صاحب المنزل هو المستجيب الأول سواء صاحب المنزل أو صاحب المنشآة فأي منشآة موجودة حاليا من ضمن اشتراطاتنا نحن أنهم الحراس الموجودين في المبنى اجتياز دورات اللي هو في السلامة اللي هو كيفية التعامل مع الحراق البسيطة نعم ونعلمهم اللي هو النواع الطفايات وكيف أن يقدر يتعامل مع الحادث وشال إجراءات اللي يأخذها فلابد من اجتياز هذه الدورة حتى يحصل على ترخيص أن يكون حارس جميل فأغلب الحراس اللي موجودين طبعا النسب تتفاوت من شركة لشركة على أحسب عدد عمال الشركات فأي عامل موجود أو أي حارس موجود في أي شركة أغلبهم مأخذين دورات سبق لنخذ الدورات هذه ومأهلين للتعامل مع الحوادث البسيطة جميل إذا ما أردنا نوجه كلمة لماذا توجهها للمستجيب الأول أو المستجيب الثالي أوجهها للمستجيب الأول أنه مطلوب من كل صاحب ونشأه أو مطلوب من كل صاحب بيت ودائما نحن نقول أن دائما الطفايات ضرورية الطفال يدوي ضرورية في كل منزل وجودها لا بد معرفة اللي هو الأخطار اللي موجودة عندك في المنزل والتعامل معها وفي حالة أي سفسار في حالة رغبة في أي معلومة نحن متواصلين أو نتواصل معاكم 24 ساعة لأي معلومة أنت محتاجنها ونحن اللي بنوصلك بدون ما أنت توصلنا مجرد من عندك اللي هو اتصال والباقي علينا نحن هل هناك يمكن سؤال أخير قبل أن أختم مقدم حسين فيه إمكانية أن يكون عاملية حملة تطوعية من شباب متطوعين مع أيضا دائرتكم الكريمة بأن يكون هناك زيارات لبعض المداء المنازل أو الشقق السكنية بطريقة موعيد أو شيء من هذا الرقبيل حتى نوعي هؤلاء الأشخاص كيف يتم العملية وينتقلون يتناقلونها بينهم بين جيرانهم أو سويتوها قبل يمكن أن تكون بالفعل كانت عندنا حملة تقريبا عملناها لهذه المنازل كانت عندنا طبعا كانت عندنا حملتين ركزنا على المنشآت الصناعية وبدأت حملة اللي هو مجرد حملة توعوية وبعد ما خلصنا منها عملنا حملة أيضا اللي هو للمنازل والشقق على أساس أن نغطي إمارة دبي بالكامل جميل كانت حملة كبيرة تقريبا استغرقت منها ما يقارب حوالي 6 شهور لكن أنا بقول ما غطينا فيها إمارة دبي 100% لكن غطينا فيها تقريبا ما يقارب حوالي 70 أو 80% وهذا الرقم وائد كبير أكيد طبعا نحن شكروا جهودكم طبعا أنتم أصحاب الأياد البيضاء في النهاية يعني دائما الالتكال عليكم كبير والحمد لله إماراتنا بخير شكرا للمشاهدة شكرا لكم الله أحمد الله مشاهدين كل الشكر للخبير المقدم حسين الحمد رحومي مدير مركز إطفاء القوز كان معنا في حوار المساء فاصل ونعود لمساء الإمارات